بالنسبة لنقاط العين احنا بنشد الجفن السفلي بالراحة لتحت بالراحة جدا يعني اللي بيدي بقى النقاط بنشد الجفن السفلي كده لتحت خلاص بعد جهة بنحط القطر النصيحة رقم 18 اذا طفلك رجع مباشرة بعد ما اخد الدواء فلازم تعويض الجرعة ومن الطرق المناسبة اننا ننتظر حوالي ساعتين ونعيد اعطاء الدواء مرة تانية ونبدأ في حساب بقى توقيت الجرعات من جديد يعني مثلا الدواء ده بناخده الساعة 4 وحزبين الموعيد على هذا الاساس الطفل رجع نستنى بقى للساعة 5 وانا بقول يفضل نستنى كمان للساعة 6 يعني مثلا نستنى ساعتين ادينا له بقى الجرعة الجديدة الساعة 6 نبتدي نحسب بقى توقيتات الجديدة من الساعة 6 مش مرضو من الساعة 4 النصيحة التسعة 10 اذا كان القيء عند الطفل مستمر لقدر الله فلازم ابلاغ الطبيب علشان يوصف لنا دواء مضاد للتقيق وغالبا بيكون في شكل لبوس او حقنا لان كده ملهاش معنى بقى كل ما هنديله الدواء هيعضي ركعة طفل تمام فلازم نوقف بقى الترجيح النصيحة رقم 20 ودي مهمة جدا جدا الحقيقة لان النصيحة دي عن خلط الدواء بتاع الطفل بمواد اخرى عشان الطفل يقبله انتوا فا اكيد فاهمين قصدي زي مثلا احنا نحط الدواء على عصير مثلا او على لبن حليب او على عسل او على اطعمة معينة وهكذا وده طبعا اذا كان طفلكم زي معظم الاطفال في العالم كله بيكرهوا او من النوع اللي بيديقوا وبيديقوكم في موضوع تناول الدواء لازم تسألوا الطبيب ومعليش تسألوا الصيدلي بكل وضوح عن خطتكم لتغطية الدواء يعني احنا خطتنا ان احنا هنحط الدواء ده على العصير خلاص؟ ليه؟ لان مثلا اغلب انواع المضادات الحيوية ماينفعش تضاف للعصائر او اللبن الحليب او اي حاجة ليه؟ لان جزيئات الدواء اللي هو المضادات الحيوية بتتحلل بسرعة خصوصا اذا كان من النوع اصلا اللي بيتم تحضيره بالماء المقطر يعني فيه مضادات حيوية تجيبوا الدواء تلاقوه في ازازة كده بودرة وتلاقوا انتوا بتشتروا من الصيدلية او الصيدلي بيديكم اللبن بيديكم المياه بتاعته ويقولكوا هتحضروه ازاي انكم هتصبوا بقى المياه دي لغاية العلامة ويديم ترجوها يبقى كده الدواء جاهز للاستخدام خلال الادواء دي بقى اكتر يعني هما الادواء المضادات الحيوية بشكل عام ودي بقى اكتر بشكل خاص بتتحلل بسرعة فمفاش تحطها على عصير ولا حاجة خالف ينفع نشرب الطفل بعدها عصير انما ما تتحطوه مش على بعد انما فيه ادواء تانية ينفع ينفع تحطوه على عصير وينفع تحطوه على اكل وهكذا بس في كل احوال لازم كمية بسيطة من العصير او الاكل الجاهز تحديدا يعني الاكل اللي هو اللي بيبقى في برطمنات او اللي انتو بتعملوه او حتى الايس كريم على فكرة برة في دول كتيرة من دول اوروبا تحديدا بيعملوا حكاية الايس كريم دي بس بيعملوا بقى ده بشروط ان الانواع تكون فواكه يعني يجيبوا ايس كريم من لول فواكه خلاص ما يكونش فيها لبن حليب كتير يعني وكمان بتبقى كمية صغيرة وطبعا ما يكونش الطفل عنده حالة التهاب حلقة اصلا لان الايس كريم كده هيدايقه انما الايس كريم ده اختيار مثالي خصوصا لما بنطلعه شوية ونحط الدواء اذا كان ينفع ان احنا نحطه اهو انا بقولكو نسأل الدكتور او نسأل الصيدالي فتلاقي الايس كريم كده يسيح فالاطفال كلها بتحب الايس كريم فياخدوا الدواء وهم ايه ميت فول زي ما بيقولوا النصيحة الواحد وعشرين ان المضادات الحيوية لاجب اعطاها دون استشارة الطبيب سهلة دي النصيحة اتنين وعشرين ان الاستخدام الزائد للمضادات الحيوية يؤثر على فعليتها عند الاحتياج الحقيقي لها النصيحة الثلاثة وعشرين هي ضرورة الالتزام بفترات العلاج المقررة من المضادات الحيوية لتجنب مقاومة الجسم لها بعد كده يعني ما ينفعش نقول المضاد الحيوي ده جماعة الدكتور يقولوكو هيتاخد لمدة اسبوع الطفل تحسن بعد ثلاثة يام أو اربعة يام أو خمسة فنقول خلاص بقى مش مشكلة اليومين لا انتوا كده اولا بتعرضوا الطفل ان هو يرتد عليه العراض بعد كده او ان الدواء ده نفسه اذا احتجناه بعد كده ما يبقاش مؤثر فلازم ناخد الدواء في الفترة المقررة له النصيحة الاربع وعشرين هي ان المضادات الحيوية ادوية فعالة جدا لمقاومة البكتيريا لكن في حال استخدامها بطرق غير سليمة يمكن ان تقلل من قدرة الجسم على مقاومة الامراض النصيحة الخمسة وعشرين ان كتير من امراض الشتة بتكون امراض فيروسية مش بكتيرية فالمضادات الحيوية بتكون غير مفيدة في علاج الامراض الفيروسية والعلاج في الحالات دي بيكون فيه ادوية علاج الاعراض زي ارتفاع الحرارة او احتقان الانف او الكحة خلاص الادوية المضادة الفيروسات على فكرة قليلة في السوق يعني ولازم من استخدامها يعني لما تستخدمها مثلا في وقت مبكر من المرض النصيحة الستة وعشرين وسائل العلاج الطبيعية مفيدة جدا لكن لوحدها مش كفاية والمقصود بوسائل العلاج الطبيعية هي الراحة والسوائل الدافية والاغذية والعصائر اللي تحتوي على فيتامين سي مثلا يعني وهكذا النصيحة سبعة وعشرين ان احنا لازم نلتزم بتعليمات التعامل مع الدوة يعني فيه ادوية لازم تتشال مثلا يعني تحفظ في التلاجة فيه ادوية او معظمها لازم رجل ازازة كويس قبل ما نستخدمها فيه ادوية لازم تكون بعيد عن الضوء وهكذا النصيحة التمانية وعشرين هي ضرورة حساب الجرعات بتاعت الادوية بمساعدة الصيادلة الاكفاء لان هو الادوية بتتحسب احنا الجرعة هم بتتحسب بالوزن وحسب ان كل ميت ملي من الدوة الفلاني فيه كم ملي من التركيز المادة الفعالة فالمسألة دي الصيادلة لو شاطرين الصيادلة لو شاطر يبقى انتو ربنا كرامكم بيا تمام ده في حال ما كانش الطبيب وضح لكم الجرعة بالتفصيل النصيحة التسعة وعشرين ودي الحقيقة للأطباء وهي عن الادوية اللي بيتم وصفها كل 8 ساعات يعني فيه ادوية تاخد كل 8 ساعات يعني 3 مرات في اليوم يبقى كل 8 ساعات اكيد انا مش بقول ان ده غلط خالص لكن كل اللي بطلبه ان اذا كان فيه بدائل ان ينفع مثلا الدواء ده يتاخد كل 12 ساعة فده افضل ليه؟ لان المصاعب الكبيرة قوي بتكون كبيرة قوي قصدي في اعطاء طفل مستغرق في النوم جرعة دواء يعني ان احنا يبقى الطفل نايم مستغرق في النوم ونصحي عشان نديله الدواء لو حد كبير ماشي بتبقى مبلوعة ولو انها بتدايق بس مع اطفال بقى بس بقى صعب قوي خصوصا كمان لو الطفل ما بياخدش الدواء بس ده بياخدوا ان احنا بنحطه على حاجة فيعني دي بتبقى مشكلة كبيرة يعني الادوية اللي بيتم تخطيطها او مسجها بمادة غزائية زي ما قلنا النصيحة الثلاثين خاصة بعدم استخدام الادوية زي المضادات الحيوية بعد تجاوز الفترة المسموحة باستخدامها بعد التحضير يعني مثلا تلاو مكتوب على علبة المضاد الحيوية اللي احنا لسه بقولكو بيتحضر بالطريقة الفلانية يقولك ايه انه من ساعة ما يتحضر ما يستخدمش مثلا اسبوع يعني اقصى حاجة اسبوع ففردا كان رأيي الطبيب انك تستمروا على علاج لفترة اطول وفيه شوية تعرفوا ان ده مش فعال لازم نجيب عبوة جديدة ونعمل لها تحضير جديد النصيحة الواحد وثلاثين يفضل ان الطفل ما يكلش قبل الدواء مباشرة يعني يكون فيه فاصل ساعة او ساعتين بين اكل الطفل وبين الدواء اللي هياخده بعد كده النصيحة الاثنين وثلاثين لازم نسأل الطبيب عن الاعراض الجانبية للدواء في حال وجودها وإمن الاعراض دي تستوجب ايقاف الدواء وإمن الاعراض دي تخلينا نرجع لك نرجع لك كطبيب يعني النصيحة الاثنين وثلاثين إن إحنا نسأل الطبيب عن بداية التحسن وده هم جدا نقول له التحسن نتوقعه من إمتى ونسأله عن الشفاء طب الشفاء الكامل بإذن الله تعالى هيكون إمتى النصيحة الأربعة وثلاثين ودي قبل الأخيرة إن إحنا نسأل الطبيب عن إمكانية مزج الأدوية مع بعض زي مثلا هل ينفع نحط دواء خفض الحرارة مع دواء الحساسية أو دواء خفض الحرارة مع دواء الكحة أو دواء الحساسية مع دواء الكحة ينفع ولا ما ينفعش لازم نسأل الطبيب والنصيحة الخمسة وتلاتين هي ضرورة وضع الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال وده بجد مش كلمة بتكتب على العلب هذا الدواء يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال ونلاقي الأطفال بعد كده عفريت أشقية يعني بيحاولوا يستكشفوا كل حاجة وبيشوفونا أحيانا بناخد الدواء فلازم نحط الأدوية بعيد عنهم بجد